من هو رجل الدين؟ هو مخلوق يأخذ ولا يعطي يكذب ولا يصدق يفرق ولا يجمع يخرب ولا يعمر يوهم ويضل ولا يدل ولا يرشد لا يفيد في إنتاج علم ولا معرفة ولا يشغل باله إلا حجد وحصر القطعان ما لديه شك أمامه التاريخ كله فلينبشه بحثا السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته طبعا قد يعتبر بعض هذا الكلام قاسي ضد رجال الدين وأقول بأن هذا الكلام لا يشملهم جميعا وهم في كل الأحوال عندما ننتقد أحدا ننتقد المهندس وننتقد رجال الرجل الدولة وننتقد الموظف وننتقد المعلم فبالتالي فنقد رجال الدين حب مهما كان قاسيا هو من حق الجميع ولا يمكن سلب هذا الحق بأي شكل من أشكال ومن يعترض على هذا الأمر فبالتالي يعني هذا معنى أن هؤلاء خارج النقد وهذا أمر لا يجوز طبعا من الناس الذين كتبوا تعليقا على هذا البوست القصير الذي نشرته قبل أيام قال أحد الأصدقاء قال بعبارات أجدها مهمة وتضيء جانب واسع من الموضوع فنستمع لما قاله وتعليقا على كلامي قال صديق من المعلقين رجال الدين شيوخ يكذبون بمنتهى الصدق يغشون بمنتهى الضمير ينصبون على الناس وبمنتهى الأمانة يخونون بمنتهى الإخلاص يدعمون اللصوص وبكل سخاء وبدوري أضفت له ما أقول هم يعظون ولا يتعظون يدعون الناس بالخير والصحة ولا يفعلون خيرا وحين يفعلون الشر يبررونه بألف تبرير ولا تخرجوا على أيديهم عافية ولا صحة هم يطرقون أبواب الصلاطين ولا يطرقون في الوقت نفسه باب المرضى والفقراء والمظلومين هؤلاء هم رجال الدين طبعا قد يعتقد البعض بأنه هذا الكلام فيه قسوة على رجال الدين وأنا أقول نعم فيه قسوة وما الضير فيه هذا أن القسوة على شخصيات عامة تتولى أمر صناعة عقل وفكر وذهن جموع ملايين من البشر يجب أن يتعرضون للنقد وهذا مسألة طبيعية لا بد أن يتعرضون للنقد لأنهم يجب أن يؤيدون النظر في سلوكهم هم أوصياء على الناس ويعتبرون أنفسهم أوصياء وقادرين على معرفة مصالحهم بالتالي عليهم أن يتقبلوا النقد وإلا فلماذا لا يمكن نقدهم هذا أمر يثير الاستغراب وعدما نلاحظ الناس الذين يستغربون نقد الدين والرجال الدين نعرف بحقيقة تعليمات الرجال الدين أنه لماذا لا يتقبل أحد نقد الرجال الدين لماذا هذا دليل صارخ على أن هؤلاء يربون الناس بطريقة غير صحيحة واضحة وعدما تحتاج عليه الآن تقول أنت لماذا تحتاج على تكون قاسيا في نقدك لرجال الدين معناته أنا لا حق لي بنقدهم وعدما لا يكون لدي حق معناته أنهم لديهم الحق الكامل في إدارة شؤوننا والوصاية على الناس الأجمعين هذا واضح المسألة فعلينا أن نكون شجعان في معرفة حقوقنا معرفة حدودنا معرفة قدراتنا على النقد وعلى مراجعة سوك الآخرين وعلى التدقيق فيما يفعله من يدعون الوصاية على الناس بإسم الله والدين والحق والباطل وما إلى ذلك هذه الأسماء الضخمة الكبيرة الحق والدين والعقل والتعقل ومصلحة الناس والدرء الفتنة هذا كلام بأكمله فهمناه وموجود عبر التاريخ كله كانت شعارات برر بها رجال الدين كل ما يفعلون لكن هذه الآن الشعارات لم تعد كافية الشعارات شبعت منها الناس بما يكفي وما عاد بالإمكان تقبلها هناك قضايا أساسية نعرف جميعا مدى حساسيتها ومدى خطورتها هذه القضايا الأساسية كلها يتم تأجيلها بسبب الحصار الذي يمارسه رجال الدين ضد الجميع وأيضا العنف أو التهديد بالعنف التهديد بالتكفير والأوراق الكبيرة والكثيرة والخطيرة التي يمارسونها بحق الجميع هذا ابتزاز هناك ابتزاز ديني يتعرض له الجميع وهذا ابتزاز ديني يجعل الناس بين حالين أما أن يكون منافقا بدرجة ممتازة أو يكون صامتا فالحالتين هي سيئتين بالضرورة فبالنتيجة هذا نتاج الضغط الذي يمارسه رجال الدين على الجميع وعلينا أن نقر بهذا المسألة الناس عندما يمارسون حقهم في النقد حقهم في التعبير حقهم في قول شيء أساسي يخصهم ويخص مصيرهم يخص عائلتهم يعني يخص وجهات نظرهم كل إنسان يديه وجهة نظر لا تستطيع أن تقمعه وتقول له أنت لست بالمستوى الذي يؤهلك لأن تتحدث بما تشاء أو بما تفكر فيه أو ما تجد فيه مصلحتك هذا لا يمكن أن نقبل حق أحد حتى مهما كان مستوى ثقافي أو المعرفي هذه مسألة لا يمكن الحسن بها أما أنت أنت تنابزني وتدعي بأنك لديك حق إلهي ويجب على جميع طاعة هذا الحق الإلهي هذه المسألة لم تعد مقبولة الحق الإلهي أنت لا تمت الحق الإلهي وعندما تقول أنا أقرأ النص ولدي علم العلم الخطير علم الحديث والسنة علوم العقيدة وما إلى ذلك فهذه كلها قراءات يعني لا علاقة لها هي نصوص نصوص لغوية أنت قرأتها ومثل ما يقرأها الجميع يقرأها الجميع لكن كل ما أنت سطعت أن تدعي بأنك قرأت أفضل من غيرك وفوق هذا تدعي بأن قراءتك هي الأفضل وكل قراءة أخرى هي باطلة وتكفر من يعارض قراءتك الخاصة للدين وللنص الديني فبالتالي أنت لاحق يعني هو نص لغوي يعني النص لغوي الآن عندما تحدث حتى الآن عندما تسمعوني دقيقة من كلامي ممكن كل واحد أسأل أنه وشهة نظر مختلفة فهل أنه نالك شيء صحيح لا الكل لديه وشهة نظر مختلفة يعتمد على قضايا نسبي يعني تعتمد على تجربته على معرفته على طريقتها بالتلقي وأنا أيضا مسألة خص يعني نفس الطريقة عندما أقرأ نص يعني مثل بيت شعر كل واحد يعني من تقرأ بيت شعر للمتنبي مثلا فكل واحد لديه تتنظر بيت شعر للمتنبي قبل ألف عام ولحد الآن تطلع بحوت وتطلع دراسات على قصيدة للمتنبي فهل يعني أنه شرح واحد وتفسير واحد لهذا النص أو هذه القصيدة يعني قصيدة شعرية فكيف بنص مقدس فيه من الغاز ما لا يحصى ولا يعد المسألة معقدة جدا النص المقدس نص فيه البلاغة فيه فيه لغة غريبة علينا لحد الآن تقرأ النص القرآني مثلا النص أغلب الناس لا تفهم ما تقرأ وليس الناس هو المفسر نفس لا يفهم كبار المفسرين لا يعرفون هذا النص فكيف يأتي رجل الدين ويدعي بأنه العارف الذي لا أحد يفوقه علما وجراية وطلاعا وتفسيرا بالعكس بالعكس كل تفسيراتهم وتفسيراتهم زيف وبالعكس أنهم لم يقدموا شيئا لم يقدموا جوابا على مشكلة أساسية واحدة تعيشها مجتمعاتنا حاليا هناك سؤال الحداثة السؤال العلاقة مع الآخر السؤال العلاقة مع الناس من أديان أخرى سؤال التعريمات والشرائع الدينية التي التي بطلت والتي لم يعد بالمكان استعمالها قطع اليد مثلا الرجم العبيد الجواري السبي عشرات القضايا والطلاق قضايا لحوال الشخصية كل ولا ما حلوا مشكلة واحدة إذن ما الذي قدمت به ثم الذي يدعي أنه وصي لا بأس لكن ماذا قدمت أنت لحد الآن أربع مذاهب أو خمسة حسبنا الشيعة أو ستة حسبنا الأبواضية هذول لحد الآن صارهم ألف ومئتين سنة لحدنا نفسهم لم يتغيروا لم يظهر مذهب فقهي جديد على الأقل هل يؤقل ألف ومئتين عام الشعوب متوقفة تماما معطلة تماما لم تقدم أي شيء جديد هل يمكن كيف كيف تعقلون هذا الشيء إذن هؤلاء الرجال الدين ماذا يفعلون هؤلاء فقط يتناعمون بالمناصب ويتناعمون بالفرص والابتيازات لا أكثر ولا أقل هذه الحقيقة الصارخة نحن لا نريد أن نقول بأنه سيئون لا بالعكس هؤلاء ممكن استثمارهم لا نلغي الدين أو نلغي الرجال الدين موجود الدين موجود إن قلت أنه أنا هذا الدين لا ينفع أنا لا يعني أنه سينتهي الدين لا الدين موجود شيئنا ما بينه لكن ما هو نوع الدين ما هو هذا الدين يجب أن نناقش الموضوع لم يعد الدين مسألة خارج النقاش لا بد أن نطرح للدين على طاولة البحث والنقاش ونفهم ماذا يقول هذا الدين ما هو خطابه ونرفع القداس عنه لأنه الدين وليس كتابا مقدسا أو نازلا من السماء هو دين يعني اشتركوا بعشرات بل بئات بل آلاف الفقهاء ورجال الدين وعلماء الدين وهؤلاء هم الذين أنتج لنا الدين الذي نعرفه الموروث الذي نعرفه فبالتالي هو قراءة يعني كله قراءة وحتى العلم الحديث وعلم مزيف وقبلنا ما يخالف وحتى الأحاديث هي أغلبها جرى توليفها ونقلها بطريقة وباخرى طريقة ساذجة وبدائية جدا لكن لا بس هذا دخلت في وجدان الناس وأصبح جزء من تقاليدهم ومعرافهم لا بس أصبحت حقيقة واقعة هذا الموجود هذا التراث الموجود يجب مراجعة لماذا منذ مئة عام الكل يحاول مراجعة هذا الشيء لماذا يتم تشويه عقول الناس وغسل أدمغتهم لمنع أي محاولة لمراجعة هذا الدين ومراجعة هذا قضية مو قضية دين مو قضية آني ضد الدين قضية هذا الذي يستولي على عقول الناس الذي يعيد تشكيل عقل الناس الذي يدخل في كل شيء ويعتبر أنه الأحقية والجدارة بأن يتولى كل شيء هذا هو الدين لأنه يسيطر على الحياة بأكمله يدخل في المدرسة يدخل في البيت يدخل في علاقتك مع أخيك مع أختك مع أمك مع أبيك يدخل في علاقتك مع صديقك مع جيرانك مع الآخر اللي تعمل معه بالشركة أو بالمصنع يعني يدخل معك في كل التفاصيل فكيف لك أن لا تناقش هذا الدين لماذا لماذا لا يحق لك مناقشته هذه قضية أساسية من أين أتى بهذا الحق هذا الرجال الدين من أنا مهما أدعوا مهما رفعوا من آيات أو من تقنعوا بآيات القداسة وحجج المقدسة مهما فعلوا لن يكفي ولن يمتلكون الشرعية عدم انتقادهم انتقادهم أصبحت مسألة أساسية وعليهم يعني انتقادهم أيضا في صالحهم في رأي في صالحهم تماما يعني عندما تكون أنت راكد وخامل ولا أحد يتجرع على مقارعتك أو مناقشتك فبالتالي أنت لن تفعل شيء سيبقى تبقى البلاد والناس والمجتمعات وكل شيء في هذا المجتمع أو الجماعة البشرية في حالة سكون في حالة موت سريري موت مقصود وأنت فقط تتنعم بهذا السعادة الوهمية التافهة أنك تمارس السلطة على الآخرين وتأمر وتنهي وتفتي وتكفر وتحلل وتحرم ما هذه التفاهة يعني أين أنت كقيمتك كإنسان لديك ترى الناس لديهم مشكالات العالم تغير كل خمسة سنوات أو عشر سنوات الآن العالم يتغير الأجيال لم تعد تفهم بعضها كان الأجيال مثلا في زمن قبل مئة سنة كان ممكن عشرين أربعة أجيال ثلاثة أجيال يصير فرق شوية كبير بين الأباء والأبناء الآن أنت تعيش يعني ابنك وحفيدك حفيدك يختلف عن ابنك يعني جيل الجيل الثاني أو جيل الثالث كلاهما مختلفان حتى نحن نفس جيل يعني أنا مثلا من جيل أنا كنت من الناس اللي علاقة بالعلم والبحث العلمية بينما الآن عندما الناس كثيرين من عمري وجيلي لا يعرفون شيئا عن الكمبيوتر ولا يعرفون شيئا عن القضايا العلمية التقنية الدقيقة لكن أنا من الناس القليلين الذين لدي نوعا ما خبر بهذا المجال فحتى من جيلي هناك إشكالات كثيرة في ملاحقة التطورات أنا طبعا متخلف جدا عن ملاحقة التطورات يعني لا أدعي أنا متقدم لكن آني شوية كان عندي أفضل فرصة فليعنيه بأنه التغيرات الآن هائلة جدا ويأتي رجل الدين ويوقف العتلة يقول لك لا الزمن متوقف يعني يكثف الزمن ويجمد يدخل الزمن في الفريس ويمنع أي تطور وأي تغير وأي مراجعة بل يمنع أن تفتح فمك بكلمة والجميع اللي يجب أن يصمته إلى متى يعني كيف هل يمكن وعدما تحدق لا لا هذا الوقت غير مناسب وصال ألف سنة الوقت غير مناسب إلى متى لا يجوز على الناس وحتى سدعونا من رجال الدين أنه متمدع بالسلطة فعلينا أن نأتي إلى الناس أنفسهم الناس يقول لك لا أنت عندما تتحرك هو الرجل الديني يتحرك هو الرجل الدين بالمناسبة برقماتي جدا وعملي جدا علينا أن نفهم هذه الحقيقة وعندما تجدون عندما الناس تتحرك وتحتج وتقول هاي المسألة كذا وكذا ويكفي عاد أدى ذاك رجل الديني يتحرك تجدونه بالعكس يعني هو هو رجل الدين هو إنسان شعبوي في كل حوال ويأخذ منك ويبيع عليك يعني هو يشوف التقاليد الموجودة في المجتمع مالته ويحاول صياغتها بطريقة أو بأخرى لكن هو دائما عنده رغبة بالسيطرة على الآخرين فبالتالي دائما يفرض شروط على الجميع لكن عندما يجد هناك نوع من الضعف بدأ يأخذ من جرفة تجده من أسرع الناس تطوره يعني حتى أنا أفترض بعد 20 سنة مثلا عندما الحداثة والتطور والتقنيات الحديثة والانفتاح مع الآخر والآخرين وعدم تكفير الآخرين سواء كانوا من أجان مختلفة وتقبلوا التنوع والاختلافات في الرأي والفكر بعد 20 سنة ستجدون رجل الدين هو من أكثر الناس دعوت يعني مدافعا عن الحريات التعبير وحقوق الإنسان بيعني حرفيا وليس بدون لف ودوران بدون ترتيق ولا تلفيق فبالتالي تجد رجل الدين من أكثر الناس براغماتي فأنا أدعو الناس أنه لن يتغير شيء إنهم تغيروا إن لم تطالبوا بحقوق حقوق الدين وتطعن فيهم وتطعن في دين قل نعم أنا أطعن في الدين شلو المشكلة خوفني أطعن في الدين أطعن في الإسلام نفس شلو المشكلة إسلام ليس نازل من السماء هذا إسلام الموروث إسلام اشتغل بعشرات آلاف كما قلت آلاف الفقهاء وآلاف المفسرين وكلهم كانوا يعملون لصالح السلطة وحتى الإسلام القرآني أو الإسلام الذي يدعي بينه خارج هو كله هو كله الموروث بأكمله عبارة عن شيء منقول يعني واحد ينقل عن الثاني ولا نعرف حقيقة الأمور الآن عندما تجي تراجع قضية القرآن الكريم والنصوص النص القرآني تجد إشكالات كبيرة اكتشفنا بأنه كل ما قيل عن القرآن الكريم هو شيء مختلف تماما عن القرآن الحقيقي النص القرآن الآن يقرأ بطريقة مختلفة هناك معاهد وبحوث وجامعات ومئات الباحثين الآن اكتشفوا بأنه كل الرواية اللي رواها أن المفسرين والفقهاء والشوخ كلها روايات أغلبها كدب في كدب وهذا القرآن الكريم مع احترامنا والتزازنا به طلع النص من أكبر هائل في قيمته التاريخية وقيمته المعرفية وقيمته النص مختلف تماما عن النص الذي يزعم بأنه ما تعلم كل القصص التي أتتنا فيها إشكالات الآن وكثير من الناس يقولون الآن الباحثين يعني مش مجرد كلام يعني علم علم يعني علم وبحوث ومقارنات وتحليل نصوص يعني 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 عودة للأتيمولوجي أو الجذور اللغوية للكلمات ومقارنة بالنصوص التوراتية والتلمودية وشغل على مستوى عالي يعني يعني بعض الناس يشتغلون على سورة واحدة يشتغل مثلا خمسين سنة صالة خمسين سنة يشتغل عليها ويشتغل على فكرتها وعلى تفاصيلها فبالتالي هذا كل اللي ظهر بالنتيجة شنو ظهر ان كل هذا الفقه كل هذه الشريعة التي أتتنا هي مبنية على على أجزاء يعني لا أدعي ان كلها غلط في غلط لا لكن جزء كبير من أتى الآن مشكوك فيه ويحتاج لها مراجعة وتدقيق أختم وقول يعني هو الهدف للموضوع كما يكمله رح أتحدد عن شخص جرى معي حوار وسأنقل لكم تفاصيله وما قلت له لأنه يثير يعني يخلي الكثيرين يشعرون عن ماذا أتحدث أنا يعني دائما يقول هل أنت ملحد هل أنت كافر هو يريد يصنفني فأنا أستغرب لماذا لابد أن تصنف لماذا لأنك تريد أن تفعل شيئا سيئا لأنك لا تتقبل وجود آخر إذا ما تصنفه لا بد أن لا تفهم العالم لأنه هذا رجال دين علموكم هكذا علم الجميع هكذا يجب أن تصنف الآخر لازم تصمه بشيء إما هذا مثلا هذا عدمي يعني إذا هو متساهل أو يرحم يقول هذا عدمي أو شخص مجنون أو معتوه هذا إذا يرحم بس إذا بعد ذلك يقول إما هذا مثلا عميل هذا إمبريالي هذا الموديل انتهي يعني صار من الستينات السبعينات الثمانينات الآن الموديل لا ملحد ذكروني بها يعني ملحد كافر شنو بعد وثني لا موثني مشرك يعني لأنه بيناتهم رجال الدين بيناتهم هذه اتهامات موجودة حتى بين السلفين مرات يتهمون بعضهم بالدواعش والسلفين يتهمون بعضهم بالإشراك وما إلى ذلك والقبورية وما إلى ذلك وقبل الفاصل أذكركم بما قال صديقي قال بأن رجال الدين هم شيوخ يكذبون بمنتهى الصدق يغشون بمنتهى الضمير ينصبون بمنتهى الأمانة يخونون بمنتهى الإخلاص يدعمون اللصوص وبكل سخاء أهلا بكم أصدقائي في هذا الفيديو الذي ترونه هو من هو رجل الدين هو فيديو قصير دقيقة واحدة نشرت فيه رأيي حول رجل الدين هو هذا اللي بدأت بهذه الحلقة فقال لي هذا الرجل قال لي لما كل هذا الحقد والثقة دون حجة مقنعة لترك الإسلام وأنما مجرد شبهات بالية وتجاهل لما يعنيه الإلحاد من عدمية ولا أخلاق ومن عنده حجة يختنى بها القاع العاقل لا من لهم مشاكل نفسية فليأتي بها ما معنى قال بأن هذا حقد أنت لديك حقد وليست لديك أي حجة مقنعة تدعوك إلى ترك الإسلام وأنما كل ما تقوله مجرد شبهات وتجاهل لما يعنيه الإلحاد من عدمية ولا أخلاق ومن عنده حجة فليأتي بها هذا قوله قلت له أنا كان ردي إلى ممكن شوفون على الفيديو نفسه وراح أترك الرابط مالتا في الوصف قلت له يعني أنا أولا الفيديو كان يتحدث عن رجل الدين فقط ولم يتحدث لا عن إنحاد ولا عدمية ولا يتحدث عن أخلاق ولا أي شيء كان يتحدث عن رجل الدين ودوره وتقييمي إلى وأنا أتحدث عن رجال الدين الكبار ولا أتحدث عن رجال الدين عموما وهذا يعني لابد أن أذكره دائما إنه هناك الرجال هما يعني هما جزء من المجتمع هما رجال الدين يعني شيئنا ما بينهم هما جزء من موظومة المجتمع لا تستطيع أن تقول بين هؤلاء يعني سيئين أو جيدين مثل ما هناك مهندسين هناك موظفين هناك طباء هناك رجال الدين وهناك رجال مشرفين اجتماعيين وما ذلك فلا يمكن أن نطلق وصمة عامة عليهم جميعا لكن رجال الدين عموما هما يدعون الوصاية على الناس أجمعين ويدعون الوصاية على كل التخصصات لأنهم يعتبرون أنفسهم أعلى من الجميع كان من يكون حتى علامة رئيس الدولة فبالتالي هو عليه أن يتحمل النقد يعني لأنه لا يستطيع أن يقول يتنصر المسؤولات ويقول لا أنا ما لعلاقة يقولك لا هذا لا يمثل الدين يعني لا متى هاي اللعبة نلعب بها على بعضنا يعني لا هو أنت كل شبيدك أنت الصلاحيات بأكمل لديك وعدما تأتي وهناك أشكال تقول لا المشكلة بالناس لا يستمعون للتعليمات يعني طفولية وتافهة والمشكلة أغلب الناس يصدقون بهذه المشكلة يقولك لا المشكلة أما بالناس أنه لا لا يتبعون التعليمات الدينية وأما بعض رجال الدين الذين لا يطبقون تعالم الدين فأنتم هاي اللعبة يظل أنه بهذه الدوامة ما رح يطلع منها هو لو كان الدين صحيح ما طلع أنه هؤلاء رجال الدين لو كان هو الدين ما لهم صحيح يعني مثل مؤسسة أنت الآن مثلا هناك طب مثلا فالطب هذا يطلع لك مجموعة من الإلاجات هذا اللي يقولك هذا الطب هذا علاجات ما يلتها علاج المراض عجاز السكر علاج الكذا فقلك هذا الطب فعندما يجي طبيبي يلتها هاي الألاجات من المتهم متهم الطبيب أم الطب نفسه فبالتالي الدين نفسه هو المسؤول وعندما تكون هناك قانون أو سيستم أو نظام موجود داخل المؤسسة وهناك يظهر فساد داخل هذه المؤسسة فبالتالي من المتهم المتهم ليس لا نقول أن النظام صحي هو الذين يعملون داخل المؤسسة سيئين أو فاسدين لا هو أصل النظام فيه خطأ الذي يسمح بوجود هؤلاء هناك القضية ولهذا السبب الدول الغربية العالم الغربي تطور وتقدم لأن المؤسسسات الدولة الرسمية هنالك يقسمون السلطات بها لا يمكن لأي شخص أن يتمكن من السيطرة على الآخرين وإنفاذ كلمته وبعدها تتجارة مريرة تعلموه تعلموه أن الخطأ عندما يكون خطأ خطأ بالسيستم الأفراد عندما يطلع منهم أخطاء فيقول لك لا الخطأ أصلا هنا عندنا مشكلة بالسيستم بالنظام بالنظرية مالتنا بأسس النظرية عندنا إشكال كبير فبالتالي قد ما تتدعي بأن هناك المشكلة في رجال الدين وليس في الدين فهي الكتبة هم خلقوها أصلا يقول لك هو الدين مقدس حتى يصير هو مقدس وهذه اللعبة يجب أنا أعتقد طفولية ويعني صرنا من النضج والوعي أكبر أن نكون أكبر حتى لو كنت متدين أنت ليسمعنا حتى لو كنت أنت متدين يجب أن لا تسمح لنفسك أتكون عندك أفه من أن تدعي وأن تتحجج بهذه الحجاجة التي أصبحت حجاج لا تريق بإنسان يحترم نفسه فبصراحة أنا حتى أخجل من يمي عندما بعض لا المشكلة لا المشكلة برجال الدين وليس بالدين ولا المشكلة بالفساد وليس بال وأنه لا يطبقون الدين بطريقة صحية هذه أصبحت يعني نفاق علني أو غباء علني وأدمنين أو جهل علني فأنصح الجميع بأن لا يتبعون هذه الحجج والترقيعات السمجة أعود لما قال له هذا الشخص قال قال هذا هناك حقد وعن شنو المشكلة حقد يعني أنا ما أفهم يقول هناك حقد وهناك هاي كلها الأشياء حتى تكون هناك حجة مقنعة لترك الإسلام يعني إذا واحد ترك الإسلام مشكلتك مو مشكلة مو مشكلة الذي حتى لو افترضنا الآن مثلا هناك شخص يتحجج لترك الإسلام مثلا أو يجد حجة فخليه تركه شو تسوي لي يعني وإذا وجدت هذه الأجهة في المشكلة في بيك وليس بالشخص يعني هو هو دائما الاتهام يوجه إلى الشخص الذي يقول أن هذا الدين ما ينفعني في المشكلة أين المشكلة منطق عندما يجي الشخص ويقول لك هذا الدين ما ينفعني والدين أداني ودمر حقوقه يعني عند أي حجة كانت أي حجة يقول لك هذا الدين ما يأجب لي يعني ليش هو غلط وتصح فبالتالي عندك مشكلة أنت السيستم ما لك فيه خلل بعد أن أنت غير مقنع فبالتالي هو يتحدث لا يقول هؤلاء يبحثون عن حجة مقنعة لترك الإسلام يعني أنا عندي حجة مقنعة لترك عملي مثلا عمل في مؤسسة معينة ما يأجب شغل معين أنا كنت مثلا مهوس بالفزياء النظرية ما أجبتني في فترة معينة وتركته أو ما أجبتني ما صارت فرصة أستمر أو صارت حرب بالعراق وأمريكا هجمت ودمرت المفائل النووي كنت تشتغل به والبحوث انتهت ويعني الدمر الموضوع بأكمله فلم يعج هناك فرصة لأن السبب يعني الحجة عن حجتي موجودة أنه صار البلد الدمر والمراكز البحوث والمختبرات تم تدميرها المفاعلات فلم يعج هناك عندي حجة لا هو يقول لك لا أنت يجب أن تلتزم ويجب أن تستمر ويجب أن تستمر ويجب أن كذا لأنه صحة الحادث أنت لازم تكون أكبر من الحوال على كل حال الفكرة هو إن أنه هؤلاء دائما يجدون أنهم على حق والآخرين على باطل وهذا هي هذه السلطة هو تعبير السلطة هذا الكبر والغلو وعدم احترام الآخرين وعدم منحهم حقوقهم أين كانوا حتى لو كان مستوى الفكر بسيط ومتواضع لكن لابد أن تعذر الناس وهؤلاء بشر أنت تتحولهم إلى آله لا الطالبات المال لا تستجبون لكلامي ولتعليماتي ولوصاياي ولما قاله الله والرسول وهي هاي كلها يعني أول ما يواجهك بما قال الله والرسول وهو كل كلام منقول هم نقلوه هم رجال الدين نقلوه أحنا ما نعرف شنو أصله وشنو فصله رأي اسمالو صار علينا يعني صار علينا يعني لا هذا كلام الرسول وانت يجب أن تصدق على هذا كلام ويجب أن تحاسب على أساسه فحنا ما نعرف وحتى القرآن الكريم هو كله منقول منقول يعني هو نفسه يعني ليس من عندي يعني هذا هو يعني أي رجل دين شوية يعني محترم أو على وزن ولا سمعة قل القرآن والسنة بأكمله كلها نقل في نقل يعني فهم من أحد قال فلان نقل فلان وسمعت فلان ليس أكثر من هذا ثم عندما يقول هذا الرجل لماذا هذا الحقد وهذه هناك شبهات بالية وتجاهل ما يعني الإلحاد من عدمية ولا أخلاق أوكي يعني أنت عندما أنتقد الدين لماذا تتهم بالإلحاد يعني أنا ما فهم ما الألاقة بين الأمرين لماذا أي نقد للدين يحال فورا إلى الإلحاد وكأن الدين لا ينتقد إلا من قبل الملحدين والخارجين على الدين أو من الداخلين على الدين أو يعني بالتالي معناته شنو هذا هذا الافتراض يفضح الحقيقة يفضح حقيقة وأرجو أن تنتقون إلى هذه المسألة يعني هذه الاكتشافات أنا أعتبرها مهمة جدا تخلينا نعرف مكام من الإشكالات التي تم تمريرها وأصبحت شبهة اتيادية ومقبولة ومنطقية لكنها ليست كذلك فعندما أقول لك هذا الافتراض عندما يجي واحد شخص ينتقد الدين رأيسا يحيلون إلى الإلحاد أو أنه يثير الشبهات أو يثير الفتن هذا هذا شيء غير مقبول لا يجوز لا يجوز يجب أن نفتهم هذه المسألة يجب أن لا تداخل الأوراق بهذه الطريقة لا هذا أنتقد أنا أنتقد أقول لك وحتى لك الداخل الدين أو خارج الدين أو شخص عابر عابر يقول لك لا هذا مجسوس وهذا مؤامرة وهذا يسوي شبهات وهذا يحارب الدين وهذا يحارب الله والرسول هاي الديباجة المعروفة لا هذا كلام بعدا لا يجوز لا يجوز وأي إنسان مؤمن أو غير مؤمن يحترم نفسه علي أن يعرف بأنه هلاكي اشكالات وهي الاشكالات هي بصالحك أنت نفسك أخي أنت حتى لو كنت مؤمن وفي غاية الإيمان عليك أن تعرف أن نقد الدين الآن هو يعيد الروح للدين يعيد الروح للناس يعني يعالج اشكالاتهم ويعيد النقاش ويجدد والدين نفسه يتجدد يعني لا بأس خليب قد دين بعد لا مشكلة يعني بس يعاد اكتشافه يعاد لماذا دائما لا أهلا ما يقرأنا الدين صحيح يجو وعلي القرآن يقول لا هناك هذا ما فهمنا يجو شحروريات يعني أبناء شحرور لا هو الدين نفسه في خطأ يا أخي قوة هي يعني لماذا مؤسار 1500 سنة الضجيج ونزل الدعاعات ما مليته يعني واضحة الدين هو نفسه في إشكالات وهذا الدين لم ينزل من السماء وحتى إذا نزل من السماء فنحن لم نقرأه جيدا وحتى لو قرأناه جيدا لن ينفع لأنه العالم الآن مساحته وتعخيداته أكبر من أي دين يعني الدين كان موجود الدين العلاقة بس ممارسة السلطة يجي ينصب الحاكم وانتهى الموضوع وهناك راعي ورعية دين بدائي بسيط هو حتى لو كان هذا كله صحيح 100% لن ينفع لن ينفع في التعليم لن ينفع في الاجتماع لن ينفع في بناء دولة لن ينفع في علاقاتنا مع الآخرين كله مختلف تماما ولا علاقة له خليك مؤمن وخلصته الموضوع فقلت أنه من يتهمك أنه عندما تنتقد الدين يقولك لا أنت يعني ملحد وذاك أنا أدي بقناتي أدي حلقات ضد الإلحاد وضد العلمانية أيضا وأدي حلقات ضد الليبرالية وضد كل شيء يعني أنا ما خليت شيء ما أتراضي عليه فليش أدي أنه ما تأرض على الدين أنت تأترض عليه هي الموضوع نحن خلينا منفتحين ننتقد كل شيء أنا حتى مستعدة أنتقد نفسه بالعكسان ياريت واحد ينتقدني يقول أنت أدي خطأ فلاني وكذا وكذا ياريت أنا أتمنى وهذه الفكرة الأصرية ليش سميت القناة هي واحد فكرية فأنتظر من أصدقاء جميعا أن ندخل في هذا النقاش العميق الخارج عن هاي الحساسيات وأنه والتكفير لا حوار فكري منفتح كل واحد يمارس حقه في التعبير بدون حساسيات بدون أن يصير أدي حساس بأنه يخشى من أن يقول شيء والآخر يحسب عليه وبعد ذلك يفقد منصبه كافي هاي المنطقة هذا الحس المؤامراتي الحس وجودنا داخل قطيع ويجب أن قطيع أن يلتزم بالمسار نفسه ويجب أن لا يتحرك كل واحد هاي المسألة أصبحت مؤيبة بصراحة وتمس بكرامة أي إنسان حتى لو كان إنسان متدين أو غير متدين أيين كان يعني بالمناسبة حتى الانتقاد الدين والانتقاد الإله نفسه وحق طبيعي يعني لا يمكن أن يسلب من أندي أي واحد هذا الرجل عندما يتحدث يقول هاي شبهات كلمة شبه عندما تقول هنالك شبهات هذه العبارة من يقول هذا هو المشبوه يعني شنو شبهات يعني إنالك شيء صحيح هو كلمة صحية أصلا غير صحيحة لا يوجد شيء صحيح الصحيح مفهوم لغوي مفهوم العلاقة بالذهن ذهني لا علاقة له مفهوم معرفي يعني يعني اللي فهم أشياء لوصف حق المفهوم لوصف مجموعة أفكار عامة هذا هو مفهوم الشبهة فالتشين الشبهة على إساس يعني الصحيح هو ما في شيء اسمه صحيح لا يوجد شيء صحيح في الوجود بأكمله ولا وجود لشيء اسمه مقدس مقدس موجود في الذهن وليس في الواقع أنت أنت تقدس شيء هناك واحد يقدس البقرة مثلا بس البقرة هي موجودة البقرة بالأراق أو بالصين أو بالسكيمو أو بالمغرب أو بصر هي بقرة لكن من يرى البقرة هو الذي يضفي على شيء أيضا من يرى رجل الدين لدينا هو الذي يضفي عليه القداسة فبالتالي القداسة ليست موجودة عند الآخرين إنما موجودة في ذهنك ومن زرع في ذهنك هذه الأفكار عليه فلا يوجد شيء اسمه صحيح ولا يوجد شيء اسمه شبهات هناك واقع وعلينا أن ندرس هذا الواقع بالطريقة أو بأخرى وكل شيء هو معرض للشبهة بالمناسبة والدين نفسه هو شبهة أكبر شبهة بالواقع الآن الذي نعيشه الآن هو الشبهة الأكبر هو هو الدين نفسه ويتهم الآخرين بتوجيه الشبهات له يعني هذا سرقني وبكى وسبقني واشتكى الرجل ماذا قال إليه قال إذا كنت تقلل من شأن العلماء الأمة وقال نحن نسميهم علماء لا رجال دين فكل مسلم رجل دين يدعو الله مباشرة دون وساطة من أحد وقال بأنه هؤلاء يعني يعني رجال علماء الدين وليس رجال الدين بتعبير هو هم أفقه الناس بالدين فأنت تقلل من الدين وأن كنت تقلل من الدين فمن تكون وهل أنت لا ديني ربوبي ملحد وقال بعد ذلك كلها نفس الشيء من حيث النتائج بين قوسين قال هذه عدمية يعني ما يقول أن تدقل من شئ علماء الدين وهم ليسوا برجال الدين إنما هم علماء الدين فأنا لا أعرف أنه رجال الدين وهو عدى مشكلة لأن لا يوجد بالإسلام حتى الحديث نبو معروف لا يوجد كهنوت في الإسلام بينما تجد أن الكهنوت موجود في كل شارع أربع جوامع في كل شارع وزقاء هذا ما يستطيع أحد أن يتزوج إذا ما يروح الرجل الدين لماذا معناة العلاقة ليس بين الله وبين الإنسان كل كذب يعني كذب علني ما يهتاج يعني يتكذبون علبة والمشكلة الكذب أصبع يعني يعني طالبك بأن لماذا يعني لا تصدق بالكذب أيها المفارقة يعني أصبح الكذب رئيس مال رجال الدين الكذب الشاع أصبح رئيس مال رجال الدين ولا حق لأحد بأن يطالبهم بالي يتحدثون بطريقة صادقة لا هو أصبح الكذب هو الصدق فعدما أنت تعيد تحاول تعيد النظر بالموضوع يعني تكتشف بأنه أنك فقدت هذه النعمة ويقول لك لا هذه شبهات فهو أشبه بالشخص مثلا يروح قصة مشهورة واحد يروح إلى بلد العميان فهو الوحيد الذي يرى فبالتالي يجدون أن هذا شخص غريب ويجب أن يحاسب ويعاقب لأنه ما معقول هذا الشخص يقولون أفسدت علينا كل شيء فبالفعل يعني فهم من شدة الكذب من شدة السطو على الناس هم حولوا الناس إلى كائنات لا ترى الواقع بطريقة صحيحة وتعتقد بأنه كل ما يتحدد عن دين وكأنما أتى شيئا إمرأة أو افترى فرية عظيمة وما إلى ذلك بينما هم الذين يفترون على الناس وعلى الحقائق وعلى الواقع وحتى على الدين وعلى الإله نفسه وتراهم لديهم أحدث السيارات وأعلى القصور وأولادهم يدرسون في بلدان الكفار وكل نحن أرفع الحقيقة لكن مع الأسف الناس فيهم درجة من جبن والسذاجة كثير من الناس مساكين وأنا أقدر هذه المسألة وأحترم هذه لكن أنا أرى بأنهم يمتلكون قوة كبيرة لأنهم الذين يمنحون القداسة الآخرين على من يعرف هذه الحقيقة الآخرون رجال الدين ورجال السلطة أيضا ليس رجال الدين وكل مسؤول نمنحهم القداسة نمنح من نمنح الأهمية وعلى الناس أنتعي هذه المسألة السلطة ليست موجودة في الآخرين نعم الإنسان ما يمنح السلطة وليس السلطة يعني مو شعاع هو يجي يسيطر عليك يعني تفقد القدرة على التصرف وعلى التفكير لا وتمشي وراء بدون ما تشعر لا السلطة أنت التي تمنحها أنت الذي يمنحها للآخرين وبالتالي لا يغشك الكلام المسخول يعني أنا مش خطيب يعني ما متدرب على الخطابة وألبس لك البدلة الدينية والعمامة وأتحدث لك بجمل غامضة الله ورسوله قال الله والحديث النبوي فلان على فلان على فلان فلان لقاء اللغة تسمعها يوميا فتستسيغ جيدا وتعتبر بأنك تفهم بالحقيقة هو الخطاب الديني خطاب غامض جدا ولا يفهم منه أي شيء كل ما في الأمر الناس تعودت على سماعه من يسمعني الآن يستغرب لأنه يحتاج يفكر ويحتاج لأنه هذا إيقاء جديد عليه ما يسمع ما يسمع سابقا بينما عندما يسمع رجل الدين يشعر بالراحة وحتى حتى الملحدين بعض الملحدين كانوا من رجال الدين وخرجوا من الدين لكن ما زالت لغتهم لغة دينية مأتاد عليها أذن الناس العادين فتلقى يشتهر بسرعة ويعرفونها بسرعة لأنه هاي اللغة يعرفوها تماما وعندما يدخل للحديث النبوي يدخل للآية القرآنية أو المسيح يقدمها يكون ملحد ويقل الإصحاح الفلاني والإنجيل الفلاني وكذا وكذا فهاي اللغة هو يفهمها و يعني مثل الأغنية أنت سامع مثلا الأغنية قديمة العبدالوهاب مثلا فأنت يجي واحد يغني لك أغنية جديدة مختلفة تماما بينما الأغنية القديمة حتى إذا أنت كنت معها وضدها لكن إذنك وذهنك يعني يعني صار جزء من تكوينك وثقافتك ووعيك فبالتالي هؤلاء يؤثرون على الناس بهذا الطريق لأن يوميا تفتح الراديو يطلع لك تفتح التلفزيون يطلع لك سوى بحث على شيء يطلع لك آيات الله الشيئية والسنية وما لذلك البعض يشغل ياخذ السيديات أو يشغل اليوتيوب والمحاضرات ويسمع أربع أشي ساعة وملايين تتفع على هذا الشيء فبالتالي من يسمع لنا أنا بالكثير يشوفوني 2000-3000 بالكثير وصل ع 10-3000 بينما هؤلاء يسمعونهم بمئات الآلاف فالفرق كبير لأن الناس متعودة على هذا الليقاء لأن يوميا يطلع بالشارع يلقى يلقى رجال الدين يوميا يطلع للجامع أربع جوامع بالشارع والكل يدعي الصلاة ويشعرون بالانتماء لهذا الموضوع فبالتالي هم هؤلاء يحتاجون أن يتم تكرار الخطاب نفسه له يوميا وهي فكرة الدينية بأكمل أنه تكرار يوميا نفس الكلام نفس الكلام نفس الكلام يوميا إلى أن يصبح دماغك معبأ ومشحون بهذا كرام نفسه بحيث تصل إلى حد أنه ترفض أي شيء آخر هو نوع من الإدمان اللا كحولي الإدمان الديني أو السعار وبعد ذلك يصاب الإنسان بالسعار الديني ويفترض بأنه يجب أن يدافع عن الدين لأنه يريد أن ينتمي للجماعة هو لم يفهم أي موضوع ودائما يقلق هذا يدافع عن الدين ويذهب إلى شخص قد قال أن هذا مثلا ملحد أو ضد الدين يذهب يقتله ومع الألم لا يقرأ لا يكتب من أرفع موضوع لماذا لأنه هو يشعر نفسه منتمي إلى هذه الجماعة فيشعر بأنه يجب أن يدافع عن حياض الدين أو حياض الجماعة والدين بالنسبة له مجرد انتماء يعني هو يعتبر نفسه ضمن القطيع وعليها ندافع عن القطيع وإلا لن يحترم ه أحد أو سيكون سيكون عضوا مرفوضا وغير مقبول حتى لو كان من أفسط الناس حتى لو كان ما فهم أي موضوع لكنه يشعر بأنه ضمن الجماعة يفرح لفرحهم ويزعل لزعالهم وطبعا شيخ القبيلة أو الشيخ الحضيرة هذا هو يعني الذي يجب أن يرضى أن يرضيه الجميع يعني فعدما يسأني هذا الرجل قال من تكون حتى تقلل من الدين فمن أنت هل أنت لا دين ربوبي قلت أولا ليس من شأنك تصنيفي وهذا لا يخصك ولا يهم أحدا بالتالي وقلت له أنت لا تخيفني وأن تقليلي من شأن علماء الأمة كما تقول مسألة لا يمكن أن تسلبها مني هذا من حقي وحق أي إنسان أن يقلل من شأن علماء الأمة وهو الأمة بأكمل هي الآن شأنها قليل فلماذا لا قليل من شأن الأمة يعني الأمة ممكن هي شأنها قليل بين العالم بأكمل الآن إذا ما تأتي وتقول العلماء الأمة هذه الآن شأنهم أو قليل من شأنهم فما الذي عدا عما بدأ يعني أيهما أيهما أكثر أكثر شو سميه أكثر أزعاجا أو أكثر يعني ما راحة من باقي كلمة المهم يعني الشيء المزعج أنه أنت ما تشوف البلد بأكمله الأمة بأكمله الجماعة بأكمله في حالة من أسوأ أنواع الحالات وعندما تأتي تقول هؤلاء علماء الأمة وقادة الأمة هؤلاء هؤلاء هم يعني ليست أسألهم بالعكس ننفعهم بأن نقول أنتم تدعون أنكم علماء الأمة اثبتوا أنكم علماء الأمة اثبتوا أن هناك أمة ارتقوا بهذه الأمة حاولوا أن تنسجموا مع الأمم الأخرى التي تتقدم حتى بلدان أفريقيا الآن صار حالها أحسن من حالنا فبالتالي وطعن بدين الأمة أيضا المسألة الطبيعية أنا أطعن ما في مشكلة لا يخافوكم من هذا الشيء هذا حق لا يسلب من أي إنسان بل من أي مسلم ولن تستطيع أنت وغيرك خاطبت الرجل هذا ما حييت أن تثبت بطلان هذا الكلام لا أتحدى أي واحد أن يثبت بطلان هذا الحق الإنسان سواء مسلم أو غير مسلم أي إنسان كان من حقه أن يطعن في الدين وأهل الدين ونصوص الدين ما في مشكلة لأنه كلها قراءات وكلها نصوص كلها لغة فيه لغة احتمالات يعني ما تعرف شنون كل وحد يرى بشكل بطريقته فأدعو هلواء جميعا الذين يتعالون عن الناس أن ينزلون من عليائهم ويتواضعون ولا يخذهم الغلو والكبر والكبر فبالتالي قال لي كان جوابه قال من يؤمن أو ينكر هذه الحجة أنت تتحدث بالباطل وبدون دليل وأنت تقلل من شأن علماء الأمة ولكن ليست حجة ودليل فبالتالي يعني ما نحتاج الحجة ودليل يعني وحتى انتقد الدين شنو المشكلة يعني انتقد الدين ورجال الدين وأي رجل أو أي مسؤول يقلل من شأن شنو المشكلة يعني بحجة وبدون حجة أنا قلل من شأن وعلي أن يرد لا أن يرفض كلام لا أن يصادر حقي في أن أقول ما أشاء هذا أمر ما يخصه يعني هذا يعني من حق جميع الكلام بحجة أو بدون حجة لا يمكن أن تبطلين وتقول لا تلست بالعارف ولا تلست بالعالم أنا مش عالم بس أنا أندي حق أن أتحدث بحجة أو بدون حجة هذا موضوع مختلف أنا أقول لك أنا أقلب من شأنك اثبت أن شأنك مرتفع اثبت لي أن شأنك مرتفع وبالملموس وليس بالكلام والمأسول وتتحدث لساعتين مثلا أو ربع ساعة وكلامك 95% أحاديث ولغة في لغة أحاديث وآيات و5% وكان الله يحب المحسنين وفي مع الله هذا كلام لا قيمة له أنتم لا تقولون شيئا كل شيء تفعلونه له علاقة باستهلاك العقول واستغلال الوقت وتضيئ جهود الناس على الباطل ولا تقدمون شيئا نافعا لأحد لم تطرقوا بابا في يوم من الأيام على فقير ولم تساعدوا أحدا ولم تقدموا معالجة لا شأن لكم بكل شيء أنتم فقط تتلقون المنافع ولا تقدمون شيئا وعندما يحدث خلال في المجتمع الناس تموت جوعا بطالة عطشا مرضا تقولون يعني روحوا صلوا يعني هذا يعني ما تطلعون شيء من جيبكم لا تقدمون شيئا أنتم أقل الناس يعني لا يؤقل الشيء اللي تفعله بصراحة يعني يأخذون كل شيء ولا يأطون أي شيء هذا هي البداية الكلام في الحلقة ختمة الكلام مع هذا الشخص وقلت له من يظن هذا الشخص من يظن بأن هناك هناك مرتبة عالية لرجال الدين فعلي أن يعرف بأن هذا هو شخص متكبر ومغرور ومتعالي على غيره وكل ما يقول كل ما يقول هؤلاء من رجال الدين أو من مدافئين رجال الدين هؤلاء هدفهم واضح وما هو الهدف صراحة هو أن الغاية أن غاية هؤلاء وأمثالهم هو التقليل مشان الآخرين وبحجة أنهم علماء دين ومن العارفين وأما على الآخرين إلا اتباعهم وعدم مناقشتهم هكذا هذه الدباجة تبدأ بعد ذلك مزاعم الوصاية والكذب والدجل بعد ذلك بحجة ما يسمى عقل وعلم ودين يقول لك هاي علوم الدين وهذا عقل الإنسان عاقل وما ذلك هل فلا تعقل أنت لماذا لا تعقل وأيضا هذه هذه تعاليم الدين وهذا ما ما نقله لنا السلف وما لذلك يدوخك يدخلك في هذه المطحنة بحيث ما تطلع منها فهذه اللعبة يجب أن لا نسمح لأحد بأن يلعبها علينا كل هاي الكلمات المفاهيم انكشفت أوراقها وهي عبارات لا قيمة لها وفارغة وتحتمل مليون معنا حسب مشيئة يعني البهلوان البهلوان الدين والذين يسمون أنفسهم رجال دين أو علماء دين أموماً أسف علي طالع وشكراً جزيلاً وأتمنى أشوفكم في حلقات مقبلة مع السلامة اشتركوا في القناة